الرد الأمريكي الجديد كأنما يريد بايدن هكذا يقول مراقبون عراقيون وعرب يقولون أن الرئيس الجديد يريد إبعاد العراق عن الصراع الجديد لعدم إحراج الحكومة العراقية هل ترى ذلك حقيقياً أم فيه نوع من المبالغة؟ بكل تأكيد هو سياسة بايدن يختلف عن سياسة ترامب سياسة ترامب كانت ضرباتها داخل الأراضي العراقية ومن ضمنها مقتل أبو مهدي المهندس والسليماني هذه الحرب تعتبر حرب بالوكالة الفصائل الشيعية التي تقاتل في العراق هي تقاتل نيابة عن إيران هم الطبقة السياسية الموجودة في البغداد لم يفكر يوماً باقتصاد العراق المنهار والأمن المضعضع مجرد أحزاب وكل حزب بعدها ميليشياتها واللي مسيطرة على كافمث مفاصل الدولة دلالة على ذلك يعني شريط الحدود الموجودين في الفصائل المسلحة نحن لا نحتاج إليها الجانب السوري يحمي حدوده والجانب العراقي يحمي حدوده بجيش نظامي اللي هو جيش العراقي طيب هو بغض النظر عن ذلك وزير وزير الخارجية العراقي زار طهران طبعاً زار بعد حادثة بعد ضربة البوكمال للبعض قرأ ذلك كأنه رسالة تطمين أنه لدي روم بالجانب العراقي مع الجانب الإيراني لكن رغم ذلك قبل أشهر وربما حتى منذ بعد التكليف بأشهر للسيد الكاظمي الكاظمي قال العراق لن يكون ساعي بريد بغداد لن تكون ساعي بريد لكن رأينا وزير الخارجية العراقي ذهب إلى طهران نعم طبعاً هو زيارة الأستاذ فهد حسين إلى إيران بكل تأكيد كانت زيارة دبلوماسية لتوقف هجمات الفصائل إلى بعثات الدبلوماسية وإلى أقليم بردوسان وإلى أمريكان قواعد الأمريكية وأول أمس انقصفت قاعدة عين الأسد يعني زيارة السيد فؤاد حسين لم تؤتي ثمارها أليس كذلك؟ بكل تأكيد بأن هذه الفصائل عقائدية كل أوامرها تأتي من إيران يعني لا تعترف بالحكومة الموجودة هنا في وقت بالبرلمان إذا أكو شيء تخصهم من ناحية الرواتب من ناحية التسليح من ناحية هذا هم تابعين للحكومة وفي حالة إذا أكفت شيء تمثل البلد هم تابعين إلى الدولة الجارة إيران